صباح الخير او مساء الخير يا برج العقرب. نصل على طول على القراءة بتاعتك. على طول كده على طول. اه الحالة العامة بتاعتك ايه سيدي يا برج العقرب? اه. اعتقد ان انت الان في وضعك الصحيح يعني. يعني انت دلوقتي اه واخد مركزك قوي مهتم بنفسك بنجاحاتك بمشروعاتك. ممكن تكون بادئ اه مشروع جديد او كمان اه يعني متواصل مع ذاتك قوي قوي يعني. او عارف قيمة ذاتك. او عارفت قيمة ذاتك كمان. ممكن تكون انت الان يعني الحالة العاطفية اه ممكن يكون ان انت يعني معروض عليك علاقة او داخل علاقة جديدة وام ولكن ما زلت لسه في اا يعني بتفكر ادخل مدخلش يا تب اجرب ما اجربش حاجة كده من من الانواع دي. لكن انت حاليا في حالتك العاطفية انت مستقر جدا. حتى بدون اا يعني شخص اخر او بدون شريك فانت مستقر في حالتك العاطفية. طيب نشوف الشريك ايه? مش بقول لك انت مستقر. ام. طيب. مبدئيا كده يا برج العقرب. اه بتتعمل مع حد برضي هوائي يعني. مبدئيا كده ممكن او طور او مين تاني طور اي تاني. طور اه او برج مائي برضو. لكن هوائية شوية. طب على الهوائية. طيب مشاعر الشريك ايه? اه يعني بيفكر بعقلو قويا. ما يكون في المشاعر معناها ان شخص ده حاليا بيفكر بعقلو اكتر من قبل. وبيحسب الامور جدا يعني بيحسبها جدا. رايح جاي فين? بيعمل ايه? بنهد بايه حالة زي جدا يعني. اه اه ام. عايز اشوف ركتاب الكارت ده مشان ما كونش مرضو ايه? اظلم ووصل انا اقول لك نيت ومش حلو اول حاجة. ده انت بتتعمل مع حده هوائي. امم. الشخص ده عايز اه يرجع لك تاني لو انت شخص بقى يبقى انت بقى يبقى ايه? يبقى ده حد قديم. وانت استقليت بزاتك بعيدة عن هذا الشخص والشخص ده عايز يرجع تاني. وعايز يرجع كمان من فجعة سريعة يعني مش مش هزار يعني. وممكن يكون هو اكتشف حقيقة مشاعره انه بيحبك. يعني ممكن يكون هو شخص ده هو اللي نهى العلاقة. تمام كده? ولكن الان اكتشف انه بيحبك. هو عايز يرجع. بكل بساطة كده. لان كمان هنا عندي الاسف معناها الحقيقة كمان والشجاعة. فهو شخص ممكن يكون شجاعة او اندفاعي برضو. ما تحمل المعنى. ولكن هو اكتشف اه في حقيقة المشاعر بان العمل ده ما كانش صح مسلا. انه ما كان يتعمل معك بالطريقة دي او حتى يمي العلاقة. وعايز ياخد تاني الجرأة بتاعته هنا. الجرأة. الجرأة بتاعت ان هو يرجع تاني يتكلم معك او يلحقك. هو عايز يلحقك. لان انت بصت انت شايف نفسك قوي. انت متنك قوي. يشايف نفسك كده ومراخيرك فوق. وبتقول له انت مين انا ما عرفقش. انا ما كنتش معك قبل كده. فانت حاليا يعني بعيد عن هذا الشخص. وشخص ده عايز يجيلك تاني. عايز يلحقك تاني. ويلحق الاعداء الجميل اللي كان قاعدها معك. والكوين اف سوردس اا معناها الحقيقة. يعني هو كمان مش مش بيجدب يعني. لأ ده هو الحقيقة فعلا ان هو بيحبك يعني. او اكتشف ان اا ما كانش يا صاح ان هم ان هو يعمل كده او يسيب العلاقة. طيب. هو شايفك ازاي بقى نظرته بيك في الشهر ده. شايفك ان انت قفلت. خلاص. اعتقد كل الابراج الملئ ان ايه قفلت خلاص كده. ده حتى ثالث قراءة هو ودي قفلت. اتفصد بس انت قفلت خلاص. ومش عايزه تاني في حياتك. لانه لانه هو شايفك. وهو ما استنتجش ده من نفسه. هو استنتجه من هنا. اا انت استقريت. انت ممكن تكون ارتبط. مش عارفة بقى. على الممكن تكون انت ارتبطت مرة اخرى. الله اعلم. لان انا عندي هنا ده هوف انت. ممكن تكون اتجوزت مسلا. او كتبت كتابك. او اتخطبت. الله اعلم. حاجة من هو هو عايز ما يكون عايز يقول لك اا بص هو سانية واحدة. عايز يقول لك هو ايه اللي انت عملته ده. بص هو رفع عليها وبتقول لك ايه اللي انت عملته ده? انت روح ترتبط بعد ما احنا سبنا بعض ايه ده? يعني ايه اللي انت عملته ده? انت تسيبتني ليه? او انت 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 فعلا عملت حاجة جزرية في حياتك. ده مع هارفة انت ده ازا ما تكون اتجوزت مرة واحدة. يعني انت مسلا سايبين بعض بقى لكو شعر واحد مكتوب كتابك بعدها بشعرين. فازاي يعني او مستغرب? فزي ما يكون شايفك ان انت خلاص. افعل تقص من عندك. وبدأت الحياة الجديدة اللي انت كنت تتمنها بقى لان انا شايفك مبسوط. انت بدأ حياة جديدة مبسوط بس مش حاسة ان انت ارتبط لان او ارتبط ومبسوطك بالشخص اللي معاك. لان اللي انها نقف بقى عند الكلزة دي واحدة يعني عندها كل حاجة. فاعتقد ان ان انت حاليا عندك كل حاجة. عندك الحب. وعندك الفلوس. عندك كل حاجة. فبدأت الحياة يعني اللي انت كنت عايزها. لو كنت ارتبطت او داخل علاقة جديدة. ونويت نويت كامل يعني. وهو شايفك انت قفلت خلاص من ناحيته مش مش هينفع يرجع طيبها. بلد ما قوي. اهو. اهو. شايف ان انت دخلت في علاقة. ايوة شايف ان انت في نفس ده. شايفك كمان ان انت مش طيقه. بص مدي دهرك ومش عايز تشوفه تاني. وقافل من ناحيته خالص. ومش عايزه تاني في حياتك. وان انت فعلا استقلت بحياتك ومش عايزه تاني في حياتك وشكرا وجزاك الله الف خير يعني. على اللي انت عملته. فخلاص يعني هو في في اه في مرحلة انا مش مصدق. ان انت فعلا مشيت يوجي العرب خلاص العلاقة بيننا تقطعت بالفعل. مش هيبقى فيه اي تواصل تاني بيني بين برج العرب حاجة انت ممكن تكون عملت له بلوك. عشان كده هو عايز يقولك ايه ده? ايه ده اللي انت عملته ده? انت عملت له بلوك بجد? انت بجد قطعت التواصل? انت بجد فعلا مش عايزني? ده ده مش حقيقة بك? ده مش كده باصلي. ده حقيقة? طب هو ايه اللي بيحصل في حياته? حاليا. هو زي اللي يكون بيمر بكرمة اه فيه كرمة عنده اه هو حاليا اه تعبان على فكرة. بيمر هزي الشخص بكرمة او نوع من انواع التغيير. عنده تغيير في حياته بيحصل. ممكن يكون مسافر او هيفر او هيروح لعمل جديد. حاجة زي كده. الشخص ده مش عايز اقول ان انتم منفصلين بس اه ازا الشخص بيمر في حياته بالفعل اعتقد بنقلة. او ممكن يكون فقط وظيفة. مش عارفة حاسة كده مش 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 عارفة ليه حسن انه فقد الوظيفة بتاعته وماشي بقى ومسافر وراح يشوف شغله في حتة تانية. ممكن يكون في بينكم كان خلافات على الزواج. عشان كده انت اتجاوزت. او اتخطبت. الشخص ده آآ كان في وعود ما بينكم مسلا ان يجي يخطبكم مسلا مسلا انا في شهر سبعة وما جايش. فقمت انت يقول تيدي مسلا خلاص. انا مش عايزك. انا اتجاوزت. او انا خلاص لقيت الحياة اللي انا عايزها. فهو حاليا آآ هو بالفعل العلاقة انتهت. انا يعني مش عارفة يعني اترجمها ازاي ولكن العلاقة بالفعل انتهت وهقول لكم دي بقى. لان هو في حياته عنده شي انتهى. عنده عنده رحيل. عنده خلاص. يعني هو بينقل التغيير. يعني مسلا ان ما يكون مرتبطة بشخص ويرحل عني تماما بقى ما فيش رجوع تاني. بيبقى بيبقى العلاقة خلاص لاني العجلة اتقفلت خلاص. فهو آآ بيمر بكرمة او بيمر بعلاقة في حاجة. خلاص خلصت هذي العلاقة انتهت. عشان كده هو شاعر بان انت خلاص. شكرا انا اخترت غيرك اخترت شخص تاني اخترت شخص او 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 شايفك ان انت كنت اه اعتقد ان فعلا ان هذا الشخص كان او في حد متقدملك او حد في انت قلت له مسلا انت كنت تتقدمي ولا لأ عشان فيه ناس متقدمي لي وهو مجاش. او قالك لأ مش هينفع تقدم دلوقتي انا شخص بسافر او بشتغل في مكان تاني او حاجة منازل قبيل يعني. وشايفك ان انت اخترتي شخص اخر. كنت محتارة واخترتي. خلاص. انا اخترت الشخص الاخر اهو. وانا مبسوطة. بس انتو مبسوطين يعني مش اللي هو بتكيده بي. لا انتو مبسوطين. انتو خلط افدتوا العلاقة. علاقة راحت لحالة. انتو مبسوطين يعني اخلاص. فالعلاقة فعلا انتهت يعني. وهي مشاعره اا وهو مش مشاعر يعني. مش بالدقة اللي انا عايز اولا هي مش مشاعر. هو عايز يستفهم بس يعرف. هو انتو فعلا مستوه. بس انا مش فاهمة ما هو واحدة اتجاوزت او اتخطبت لحد تاني. منا كنا منسيتك يعني. مركز معايا ولا مركز فيني. حاجة زي كده. طب هو عايز يعمل ايه نيتو ايه? هو نيتو غريبة قوي. نيتو البيجوف تابس والبيجوفوند. بقى النواة صبيرة اوه. شنية كبيرة ايه. هو عايز اا يكلمك تاني. وتبقى فيه علاقة تاني. يعني يبقى فيه علاقة ولكن علاقة خفيفة يعني. يعني ما يكونش فيه قطع كده. ما نقطعش مع بعض. ما يبقاش فيه قطع ما بيننا احنا الاتنين. ولكن البيجوفوند ده مقلقني شوية. ممكن يكونش مقلقني بقى. اا هو يعني عايزك ترجع وتتكلم معايا تاني حتى لو كلام صحاب يعني على الاقل. يعني انت خلصت اتخطبت دي او انت بقى تجوزت او خطبت. اا بس على الاقل يا اخي يعني بقى فيه صداقة. يعني على الاقل لا بقى ما حب اتكلم معاك قد بقى اتكلم معاك ما تقطعش معايا القطع دي يعني. ما تجرحش قوي كده. حالين اشوف نعم. هو مستقر برضو يعني. ده هو زعلان على فكرة. هو زعلان على العلاقة. زعلان على هذه العلاقة.